هل حبك دوري مصري؟ هيا بنا كما نعرف ومتابعين جمهور الأهلي والزمالك اليومين الأهلي خلص معه طاهر محمد طاهر اللاعب المؤولين والزمالك خلص معه حمزة المثلوثي لاعب الصفاقس التونسي مين هم الاثنين اللاعبه دول؟ وايه أرقامهم؟ وايه مسيرتهم؟ وايه مميزاتهم؟ قبل ما يجوا يلعبوا في الأهلي والزمالك؟ ده اللي هنقوله في الحلقة دي بس قبل ما نتكلم في أي حاجة لايك والشير والسبسكرايب وفتح جرس التنبيهات وتعالى بقى عشان نحكي لك كل حاجة ازايكم يا جماعة والدوري المصري بقى وحكاوا الدوري المصري والصفقات والمركاتو طبعا خلاص مفروض يعني ان الدوري هيكمى اليوم ستة تمانية والحد الزمالك لسه مرجعش بدأ يتمرن هنشوف هل الدوري هيتأجل؟ الدوري هيتلغي؟ هنكمل الدوري؟ هنرعب دور جديد؟ طبعا اتحاد الكرة اي لانه ستة تمانية بس الحد الزمالك لسه مش عفين الدنيا فيها ايه؟ دعونا نشوف بس خلاص من بدري كده الأهلي والزمالك كل واحد فيهم بدأ يشتغل يشوف هو عايز ايه؟ احتياجاته ايه؟ وده اللي شفناه الأهلي طبعا بيتقال انه هو خلص مع طاهر محمد طاهر عشان فيه كلام انه رمضان مش هيكمل وهيرجع تاني هادرس فيلد بقى سواء يباع بره او بتاع لانه خلاص الرقم المطلوب فيه رقم كبير فالأهلي دور على بديل واستقر على طاهر محمد طاهر كمان الزمالك عنده مشكلة في البك رايد بعد طبعا محمد النجاز هرب وحازمان بس اللي موجود كان فيه كلام عدرجة ببكر لعب بيراميدز دلوقتي بقى الكلام وانه هو خلص على حمزة المثلوثي لعب الصفاكس التونسي وبيتقال ان فرجاني ساسي جاي من تونس وجايب في ايده حمزة المثلوثي عشان يمضي في الزمالك تريقيا من ثلاث او اربع سنين وبرده اللي بيتقال ان حمزة المثلوثي هيجي فري لان عقده مع الصفاكس خلاص بيخلص في شهر ستة الفين وعشرين وفيه كلام كده بيتقال انه ليه فلوس عندهم فايسبها لهم وبتاعه القصة كده بس دعونا نشوف ونتكلم في الارقام بتاع الطاهر محمد طاهر وحمزة المثلوثي مين هم ومراكزهم ايه وايه مسيرتهم تعالوا نبدأ مع الزمالكوية وجمهور الزمالك وحمزة المثلوثي حمزة المثلوثي حرف حمزة المثلوثي هو بيلعب باكرايت عنده 27 سنة وهو كابتن الصفاكس التونسي هو العيب دولي من 2014 يعني تقريبا هو عنده 21 سنة وهو العيب دولي مع منتخب تونس لابع منتخب تونس 28 ماتش وصنع ثلاث اهداف اخر ماتش دولي لعبه بشكل اساسي له كان ماتش نايجر يوم 16-10-2018 في تصفيات كاس أم أفريقيا 2019 اللي اتلابت هنا في مصر بس هو في البطولة اللي اتلابت هنا في مصر ملعبش ولا ماتش اساسي تعالوا بقى نتكلم على مسيرته وارقامه الرجل بدأ حياته في نادي البنزيرت التونسي لحد 2016 لعب معاهم 128 ماتش جاب ثلاث تجوان وصنع خمسة عشان يروح في 2016 للصفاقس التونسي ويبدأ معهم مشواره اللي بقى له 4 سنين او اللي عد عليه 4 سنين من 2016 لحد 2020 في الفترة دي الرجل اللاعب 99 ماتش في كل البطولات سجل 7 تجوان وصنع 15 جون طبعا دلوقتي حد مزا الكوية او حد كم الاهلاوية يجي يقول لك ايه عم عادي الارقام دي تل ارقام وتعبانة ما تنساش ان الصفاقس التونسي بقى له فترة واقع وخلال الاربع سنين دول مخدش غير كاس تونس بس مع الصفاقسي لو جانا اتكلمنا عن ارقامه السنين دي بس الرجل اللاعب 17 ماتش في كل البطولات 14 في الدوري اتنين كون فودراليا وحكاس جاب جونين وصنع ثلاث تجوان برضو حد تاني يجي يقول لي يعني معادي الارقام دي اقول لك برضو ما تنساش الصفاقسي بقى له فترة مستوحش وزي ما احنا شوفنا علي معلول جيم الصفاقسي ولعب في الاهلي وعمل ايه ممكن يكون حمزة المثلوسي اسهل بقى من المثلوثي حمزة المثلوسي ييجي ويعمل شغل كويس مع الزمالك ده اللي نشوفه الفترة اللي جاية في مسيرته كلها الرجل حقق بطلتين بطولة الكاس مع البنزيرتي وبطولة الكاس مع الصفاقسي وطبعا زي ما احنا قلنا هو العيب دولي من 2014 وهي عنده 27 سنة وهو الكابتن طبعا هو كابتن الصفاقسي دي حاجة بتاديله تقول في الشخصية انه هو كابتن الفريق قبل ما ييجي فهيبقى عنده مميزات شخصية هتساعده ان هو يلعب في الزمالك دي كده ارقام حمزة المثلوسي طيب انا اتفرجت له على كذا فيديو وشفت له كذا كذا لقطة زي ما احنا عارفين ان الفيديوهات اللي على يوتيوب دي بتجمع احسن الحاجات للعيبة وبتجمعها فيديو 7-8 دقايق بس على حسب ما انا اتفرجت يعني وحسب ما انا شفت هو لعيب سريع طريبا هو طوله متر وحاجة وتمانين سنتي اللعيب بيحب اول مساحات اللعيب دايما بيحب ان يستلم الكرة ويفتح على طوله يتعمل له اوفرلاب ويروح في الحتة الواحد ويرفع الوفر دايما دايما اول ما الكرة تبقى موجودة في نص الملعب او الوينج مستلمها ودخل بها الجوة هو دايما على طول فتح واخد الخط عشان يعمل الوفر كمان هو بيحب دايما ان اللعيب الوينج اللي قدامه ما بيقاش مسك الخط يعني ما ينفعش تلعب حمزة المثلوسي علي معلول لو الوينج اللي قدامه ومسك الخط خلاص علي المعلول بيقف بيعطل بيجي الحد عنده حد الوينج ويقف حمزة المثلوسي بردو نفس الكلام دايما عايز الخط ده كله يبقى اخده لحسابه دايما الوينج يضم الجوة ويسيبه هو يفتح عشان يعمل الوفر وهي حاجة يتمئيز كل البكات التوانسة حمد النجاز علي معلول حتى كمان حمزة المثلوسي طبعا هي المقارنة كان بينه وبين رجب بكار والزمالك اختاره هو بس انا عندي نقطة عايز اتكلم فيها ليه علاقة بالمنتخب والكلام ده مش على زمالك بس الكلام ده على الاهلي بردو انه دلوقتي الاهلي والزمالك كل ما يدوروا على مركز ماش عندهم يطلعوا على طول يبصوا بره باكليفت باكرايت مهاجم معرفش ايه لو جانبات يبصينا على المنتخب بعد احمد فتحي مين ينفع باكرايت للمنتخب محمد هاني ها راجل لسه بشوق طريقه رجب بكار تلاتين سنة مين يا جماعة هيبقى الباكرايت بتاع المنتخب بعد احمد فتحي ده سؤال مهم جدا زي ما الناحية التانية باكليفت تعالي معلول هو اللي شائلها في الاهلي مين باكليفت المنتخب يا جماعة ده برضو مركز تاني عندنا فيه مشكلة مركز رأس الحربة يعتبر مصطفى محمد هو اللي حلل المشكلة دي بس ما منفعش مصطفى محمد لوحده ولو لقدر الله مصطفى محمد اتصاب مين رأس حربة المنتخب يا جماعة فما ينفعش ان منتخب مصر بيبقاش عنده باكرايت وباكليفت ومهاجم طبعا مصطفى محمد ربنا يحميه فدي حاجة اعتقد لازم حسن بدي يركز فيها ويشوف بدائل الموضوع ده لان كده المنتخب هيوقف مشكلة كبيرة جدا لان قالي والزمالك كل ما بتزنقوا في مركز بيطلع طول يبص برا باكرايت باكليفت مهاجم وزي ما قلت المنتخب دلوقتي لا في مهاجم بعد مصطفى محمد ولا في باكرايت ولا في باكليفت دي بس نقطة كنت حابب اتكلم فيها فحمزة المسلوسي هيحل المشكلة لازمك ناحية الليمين طبعا حازمان ما بيقدرش يشالها لوحده بس انا عايز اقول حاجة يا جماعة زي ما انا عارفين كل الباكات اللي احنا شفناهم جايين من تونس علي معلول حمد النجاز حتى كمان حمزة المسلوسي كلهم اقوية هجومية بس دفعيا مش اقوية وشوفنا حمد النجاز كان يعمل كوارث حتى كمان علي معلول فطبعا محتاج جدا لو حمزة المسلوسي هيالعب ناحية الليمين لازم طارق حمد يغطي عطول وراه ما يسيبوش ابدا لانه هو بيسيب مساحات كبيرة اوه في ظهره زي وزي حمد النجاز زي علي معلول فالحيط الدفعية دي كده هي مشكلة عندنا يعني فما جادش على حمزة المسلوسي يعني نعديها خلونا نشوف الفترة اللي جاية إلا يحصل حمزة المسلوسي اللعب الزمالك الجديد هل هيبقى زي علي معلول ويتقلق زيه ويبقى ناحية الليمين حمزة المسلوسي وناحية الشمال علي معلول أهلي وزمالك ولا حمزة المسلوسي هيبقى زي حمد النجاز ومش هيعمر كتير ده اللي نشوف الفترة اللي جاية تعالوا بقى نروح للأهلي والصفقة اللي خلصها للأهلي طاهر محمد طاهر لعب المقاولين وما بيتقال ان المقاولين اخد من الأهلي 20 مليون جنيه انا بقى مش هتكلم في فلوس المقاولين ياخد 20 30 40 ما جاتش عليه مصلاح محسن كده كده واخدينهم الامبي ب40 مليون فهمش تفل كتير تعالوا نتكلم ليه طاهر جيل أهلي ويه ارقامه وهو عمل ازاي طاهر جيل أهلي لان زي ما بيتقال ان رمضان صبحي الراجل هيمشي الراجل مش هيكمل مع الاهلي لان هادرس فيلد هيطلب فيه رقم كبير والاهلي حاليا مش هيقدر يدفع الرقم ده بسبب كورونا والازمة الاقتصادية اللي موجودة فالاهلي حاول يدور على بديل ليه رمضان صبحي البديل ده هو لعب من نفس جيله اللي هو طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر عنده 23 سنة بيلعب وينج يمين بس مركزه الرئيسي هو وينج شمال كان المفروض ان هو يكون مع المنتخب الوليمبي في كاس أمه أفريقيا اللي فاتي تحت 23 سنة تلاب التاليان في شهر 11 او شهر 12 بس هو ملعبش بسبب الاصابة لكنه هو عنصر اساسي في المنتخب ده طاهر زي ما قلت هو مركزه رئيسي ناحية الشمال وينج ليفت واسعاد يلعب وينج رايت وممكن كمان يلعب مهاجم فعطاك تفايلر ممكن يستخدمه في اي مركز من الثلاثة دول طيب ايه بقى ارقام طاهر محمد طاهر وهل ارقامه دي تودي الاهلي بالرقم ده ولا لا طبعا المقاولين كل ما يطلع على اللعيب يقولك يا عم ده خليفة محمد صلاح احنا كنا عايزينه يحترف بس هو اللي اختار الاهلي اتقال كده على طاهر اتقال كده على محمد فاروق اتقال كده على زيكا كل اللعيب يطلع من المقاولين حد يتكلم عنه يقولك احنا كنا عايزينه يطلع بره يبقى زي صلاح بس هو اللي اختار الاهلي يا عم الحج صباح الفل مفيش حد يجي تاني زي محمد صلاح اللعبة دي كلها كلها شبه بعض فتعالا بقى نبص على ارقام طاهر طاهر عام 23 سنة رجال اللاعب ماتش دولي واحد مع المنتخب الكبير وزي ما قلت هو عنصر اساسي في المنتخب الولمبي بس ملعبش عشان خاطر للاصابة ارقامه ايه بقى مع الماولين من ساعة ما لعب معاوم في الفريق الاول لحد النهاردة الرجال اللاعب 86 ماتش جاب 11 جون وصنع 9 جون يعني مساهم في 20 جون في 86 ماتش طاهر محمد طاهر في موسم 2016-2017 طلع عارة راح لهفر الفرنسي نادي درجة تانية في فرنسا مع بوب برادلي وقعد سنة هناك ملعبش ولا ماتش احسن موسم عامله طاهر كان السنة اللى فاتت الراجل اللاعب 19 ماتش جاب 3 جون وصنع 6 كمان طاهر السنة دي الراجل ملعبش غير 6 ماتشات جاب يوم جون واحد طبعا عشان الاصابة اللى جات له فعشان كده الواحد مش قادر يحكم على مستويه يعني انا اخر مرة فرجت على طاهر ببقى ان انا بتبع الدور المصري كان السنة اللى فاتت وكان طبعا كان مسمع في الدور المصري وكل حاجة بس في اوه في الاخر السنة دي طبعا لعب 6 ماتشات جاب جون والموسم مكملش وكان عنده اصابة ملعبش على المتخب الولمبي دعونا نشوف بقى مستواهب عامل ازاي والدنيا ستبش معها حلوة طيب مركز طاهر في الاهلي في مين بقى لو افترضنا ان طاهر يلعب ناحية الشمال فمركزه فيه طبعا ربضان صوحي بعد ما هيمشي سيبقى فيه كهرباء وفيه حسين الشحات وفيه يعني اجاية اللى ولعب في الحتة دي والناحية الثانية كده كده ناحية اللى مين فيها احمد الشيخ وفيها والد سلمانة ما بيلعب في الحتة دي ده ده او لعب يعني وفيها جرالدو وفيها الولد الصغير شادي ردوان وفيها محمد شريف اللي المفروض هيجي اول موسم الجديد زي ما الكلام بيتقال وزي ما احنا بنقرأ ان فيلر عايز محمد شريف يرجع بعد ما تقلق جدا مع امبي وفعلا محمد شريف العيب مميز جدا العيب سريع بيلعب رجل اتنين بيشوت دايما بيلعب على الجون دايما بحب يروح للجون وملتزم في الحتة الدفاعية فاعتقد ان محمد شريف هيبقى صفقة مهمة جدا طبعا هو كاكا مش صفقة وبيلعب في الاهلي بس عودته للأهلي ستبقى صفقة مهمة جدا بس المهم يلعب ميقودش على الدكة ويعتق طير محمد طير بصراحة بالنسبة لي بعيدا بقى عن امكانياته وقدراته فيه لعبة كثيرة عندها امكانيات وقدرات بس معبرتش عنها يعني صالح جمع عنده امكانيات وقدرات وكل شوية بنسمع عنها بس احنا طبعا منشوف منها 10% بس الراجل مش قادر يديع في الملب ان هو اصلا ما بيلعبش طير محمد طاهر لعيب عصبي جدا بيتطير كتير وشفنا مع المتاحب الولمبي حتى كمان مع المقولين لعيب عصبي كمان عنده امكانيات طبعا بدنية وجثمانية وبيدافع وبيهاجم وهدر وكل الكلام ده على عيني وعلى راسي بس ارقامه مع المقولين ما بتوضحش كده ارقامه مع المقولين ضعيفة جدا حتى هيجي يقول لي ارقامه على قد كده كويس اقولك تمام جدا انا معاك بس في الاو في الاخر انا كان ممكن ادفع 20 مليون جنيدي او 30 مليون في وينج يجي يلعب اساسي مش وينج اجا جربه اشوف هينسجم وهينفع وهيديني احسن من رمضان ولا احسن من كهرباء ولا لا فانا كان بالنسبة لي ان احنا لو جبنا وينج عربي كده كده مش تحسب علينا لعب افريكي مش ياخد مكان في الافارقة يعني وكان يجي مبلغ محترم ويبقى العيب من العيبة اللي بتجيب 12-13-14 جن ده كان هيبقى افيا بكتير او من طاهر محمد طاهر بس في او في الاخر الاهلي خلاص اختار طاهر محمد طاهر طبعا نرى كراجل اهلاوي واحنا كلنا وجمهور الاهلي منتمنى ان طاهر ينجح مع الاهلي ويكسر الدنيا ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية وده جماعة الصفقتين اللي الناس كلها بتتكلم عنهم صفقة حمزة المسلوسي للزمالك وصفقة طاهر محمد طاهر اللي هيلعب في الاهلي واللي غالبا جاية عشان رمضان ماشي دول كده ارقامهم ومسيرتهم وعملوا ازاي وبدأوا منين وعملوا ايه في حياتهم كلها طبعا هنشوف بقى الفترة اللي جاية في او في الاخر اللي بيلعب في الاهلي والزمالك الموضوع بيحتاج شخصية وبيحتاج التزام الموضوع مش بس فكرة ان انت لعيب ارقامك كويسة وعمل اداء كويس مع الفريق بتاعك يا ملعيبة جاءت الاهلي والزمالك وهم قصرين الدنيا مع انديتهم وهم مع الاهلي والزمالك ما اسمعناشوا عنهم بحاجة وقعدوا نص الموسم ومشوا هنشوف هل طاهر وحمزة اللي اتنين دول هيتقلقوا مع الاهلي والزمالك هل هيبقى عندهم شخصية هل هيقدروا يتحملوا الضغوط هل التشيرت مش بقى تقيل عليهم ده لنشوف الفترة اللي جاية وديه جامعة كتحلقتنا النهاردة لا تنسوش اللايك والشير وافتح الجرس التنبيهات لكي توصل لك حقات جيدة او ما تنزل واشوفكم الحلقة اللي جاية سلام